اشتركوا في القناة الأكاديمية والعلمية ثم كمحالل سياسي وأستاذ أولهم سياسية بكل هذه الصفات أسألك خليني أبدأ الأول بطبيعة الجامعات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية لأننا بطبيعة الحال نعلم عن جامعاتنا وعن من يملك والقطاع الخاص والأهلية إنما أمريكا إيه علاقة الحكومة الأمريكية والأضرار الأمريكية بالجامعات؟ ملكية الجامعات كيف تدار الجامعات الأمريكية؟ يعني أولا في عدد كبير جدا من الجامعات الأمريكية ربما يقترب من أربع تلاف جامعة أو مؤسسة للتعليم الجامعي بتمنح درجاته فعدد مهول منتشر في كل الولايات المتحدة في نوعين حقيقة من الجامعات ما يسمى بالجامعات الخاصة Private Universities وما يسمى بالجامعات الحكومية الجامعات الحكومية بتتلقى تمويل مباشر من الحكومة سواء الحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية ودي بيبقى مصارفها مخفضة للطالب اللي بيبقى ابن الولاية يعني لو مولود في ولاية كاليفورنيا وعايزه خش جامعة كاليفورنيا بيدفع مصاريف أقل لأنه مفترض أنه هو أو أسرته دفعت ضرائب في المقابل هناك الجامعات الخاصة اللي هي الأسماء الكبيرة في الولايات المتحدة هارفورد، ييل، برينستن، ستانفورد دي جامعات لا تتلقى أي دعم من الحكومة وبتعتمد بشكل أساسي على مصاريف الطلاب بالإضافة إلى تبرعات الخريجين أو التبرعات أو اللي بيسموه الفاندريزنج أو حملات التمويل اللي بتقوم بيها هذه الجامعات من جهات خاصة الاتنين الحقيقة بيداروا طبعا بشكل مختلف عن ما تدار عليه الجامعات المصرية يعني رئيس الجامعة مش بالضرورة كان معيد وقعد يترقى لغاية ما بقى رئيس الجامعة لا رئيس الجامعة ده بيبقى عادة فيه إعلان مفتوح يمكن لناس في كل الوقت المتحدة وربما في العالم بخصائص معينة بيبقى فيه لجنة للاختيار اللي اللجنة شايفاه هو الأفضل هو اللي بيتولى الإدارة وليس بالضرورة أنه يكون أستاذ جامعي كبير في تخصص معين يعني يكفي مثلا أنه يبقى ليه دي قدرة على جمع تمويل للجامعة أو الإدارة الجيدة عنده مهارات في الإدارة فده من ناحية الملكية يعني والإدارة الجامعات زي كلومبيا وغيرها دي بيلاقي ويزانيات مليارية ده جاي من المصاريف والتبرعات؟ جاي من المصاريف وعاديين جاي من حاجة تانية اللي هم بيسموها الانداومنت أو الوقفية اللي هي جزء الحقيقة من مطالب المحتجين الجامعات دي لديها يعني وقفيات ضخمة جداً جزء منها فائد في المصاريف أو الأرباح وجزء منها التبرعات فبتستخدم هذه الوقفية أو الاستثمار في استثمار في أماكن مختلفة شركات بمعنى وقف هذا المال لصالح الجامعة في تمويلها إدارتها استثمارها بصبت أنا عايز أقول برضو لما بنقول جامعات خاصة هي ليست جامعات هدفة للربح بمعنى مزاج جامعات الخاصة عندنا في مصر في مكسب بيوزع على ملاك لا أي فائد بيعاد تدويره مرة أخرى في ميزانية الجامعة أو يذهب إلى هذه الوقفية اللي هي بتستثمرها بقى في صناديق الاستثمار المختلفة أقول والله عايز أحط شوية في جوجل في أمازون مش عارف شركة أسلحة أي ما يكون هنعرف بعد كده من المطالب المحتجين أن الفلوس بتاع الوقفية دي تروح من الشركات اللي بتدعم إسرائيل لكن خلينا إحنا كده عارفنا شكل عايزين نعرف شكل الطلبة بقى يعني إحنا قدام طلاب في الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية هل تشمل من كل جنسيات الأرض في النوعين ولا بس الجامعات الخاصة اللي هي تستقبل طلابا من كارجيبات المتحدة الأمريكية لا الحقيقة الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية بتقبل طلاب من كافة أنحاء العالم الجامعات الخاصة الطالب الأمريكي وغير الأمريكي بيدفع نفس المصاريف لو 30 ألف دوار 40 ألف دوار بيدفع نفس المصاريف الجامعات الحكومية كما أشرت تميز بين ابن الولاية بيدفع مصاريف مخفضة والطالب الأجنبي بيدفع مصاريف أعلى ولكن في كل الأحوال أقل من مصاريف الجامعات الخاصة طبعا الجامعات الخاصة يعني لها اسم كبير جدا لأنه مصاريفها عالية جدا ولكن بنتكلم على الصياق الأمريكي أو حتى الصياق العالمي هي تجذب دائما النخبة وأبناء النخبة يعني لو بنتكلم دلوقتي على الاحتجاجات اللي موجودة في هارفورد ولا كلومبيا ولا ييل دول هتلاقيهم أبناء رجال الأعمال الكبار أبناء السياسيين فهم أبناء النخبة الحالية وسوف يكونوا أيضا في المستقبل هم نخبة الولايات المتحدة مستبقى عاملة يعني لا مش طبق عاملة ولا أبناء موظفين ولا طبق متوسطة بعض هذه الجامعات الحقيقة بتقدم منح للتفوق يعني مثلا الرئيس السابق أوباما أو كلينتون حصلوا على منح بناء على التفوق للدراسة في جامعات كبيرة منها مثلا أوباما درس في جامعة هارفورد حصل على درجة في القانون ولكن دي الحقيقة بتبقى نسبة محدودة ولابد أن تكون متميز بشكل كبير يعني يبقى عندك كده إمكانيان أنك تبقى رئيس أو عضو في مجلس الشيوخ أو حاجة بالشكل ده كي تحصل على هذه المنح إذن ما الذي فجر الاحتجاجات بقى يعني نحن منذ شهور والعدوان الإسرائيلي مستمرة في لحظة ما بدت الاحتجاجات بتتسع وتتعمق وتنتشر وكمان بتزداد تفاعلا وعنفا أحيانا وزار الشغب أو عنف متبادا إيه اللي خلى الأسابيع الأخيرة الوهج يزيد لهذه الاحتجاجات أو تظهر على هذا النحو السبب الرئيسي الحقيقي أنه يعني في تحولات جيلية كبرى بتتم في الولايات المتحدة وتحولات ثقافية ومجتمعية يعني مش على الرادار بتاعنا ويمكن حتى مش على الرادار الكثير من الباحثين والمحلية الأمريكيين ويفاجأوا عندما يعني يبقى كده يظهر حدث كبير زي مثلا فوز ترامب على هيلاري كلينتون فتبدأ الناس تقول إزاي وإيه اللي حصل بالصبت يعني فيبدأوا يدرسوا ويحللوا إلى أكله فأنا أعتقد هذه المظاهرات أيضا كانت مفاجأة لعدد كبير من الأمريكيين أنه لا أنه فيه جيل جديد ولكن جيل جديد بفكر مختلف جيل جديد يعني بتحركه مجموعة من المبادئ السامية وده الحقيقة المختلف في هذه المظاهرات اللي هي مضادة للحرب عن المظاهرات المضادة للحرب مثلا سنة 68 الخاصة بفيتنام يعني إيه الفرق؟ الفرق أنه الولايات المتحدة كانت متورطة في حرب فيتنام وكان فيه أمريكيين بما فيهم شباب أمريكي بيقترب صحيح بس حيح كان في 68 هذا العدد الكبير من العرب والمسلمين في جامعات أمريكا إلى حد يشكل نسب ليست قليلة من جوهر وكتلة الاحتجاجات الرئيسية؟ لا ما كانش موجود وأنا برضو بأزعم أن عدد العرب أو الأمريكيين من أصل عرب أو مسلمين في المظاهرات الحالية ليس نسبة كبيرة لا دول أمريكيين زي ما الكتاب بيقول فيهم الأبيض فيهم اللي من أصول إفريقية فيهم اللي من أصول من أمريكا اللاتينية فيهم المثليين فيهم جماعات هو الإنسان الحقيقة اللي بيسموه قوس قزح بتاع أمريكا موجود في هذه المظاهرات ده شباب مؤمن بقيم مثالية متوفقة مع هذا السن يعني فيه تعبير كده في الوقت المتحدة بيقول إذا لم تكن لبراليا في سن العشرين فما يبقاش عندك قلب وإذا لم تكن محافظا في ستن التلاتين يبقى ما عندكش عقل يعني من الطبيعي أنه هذا الشباب ينفعل مع ما يحدث في فلسطين الشيء الثاني أيضا هو هذا الجيل هو ابن عصر العولمة يعني لفترة كبيرة جدا تأييد إسرائيل كان بيتم في الظلام يعني اللوب الإسرائيلي ده أنا بسميه كده زي طيور الظلام يعني تعش ويكبر في الظلام عندما الظلام ده جزء منه السيطرة على وسائل الإعلام دلوقتي إحنا دخلنا في مرحلة جديدة وسائل التواصل الاجتماعي هذا الجيل هو أبناء هذا الأدوات وأبناء الديمقراطية في نشر المعلومات وأنا عايز أقول الحقيقة أنه جزء كبير من بتعملوا الولايات المتحدة الآن في موضوع التيك توك اللي هو الأبليكيشن ده وحظره ونقل ملكيته أنه كان ليه دور كبير جدا فيما يتعلق بنشر الفيديوهات الخاصة بإعجاب مع ماش الحظر اللي عاملوا في سبوك عملوش إكسل لكن في الوقت لأنه حقيقة عارف المسألة كلها بيسموها إيه الخوارزميات بالتأكيد كان واضح أنه حصل لعب في الخوارزميات بتاعة الفيسبوك وبتاعة تويتر حتى إحنا حسناها هنا في مصر ولكن هذا لم يحدث فيما يتعلق بالتيك توك لأنه الملكية صينية فانتشرت كميات هائلة من الفيديوهات حمال الجرام الإسرائيلي والهاملاجية والأسفرميات بالضبط بالضبط فلا أعتقد كان له أثر كبير جدا في توعية أبناء هذا الجيل طبعا الشرطة لما تدخلت بكل عم لسا هروح للشرطة دلوقتي بالذاتي المظاهرات في الجامعات الأمريكية أمر مألوف ومعروف ومستمر ودائم مرة أخرى إيه اللي خل الأمر يصل إلى حد التفاقم بقى أولا يعني يبدو أنه حصل تراكم من الشهور كلها فانفجر الآن يعني الغضب لكن إيه اللي خل الحالة المظاهرات اللي هي تبدو في سياق المجتمع الديمقراطي طبيعي عادية ويومية وفي الجامعات إيه اللي خلها تتحول إلى أنه يبقى اختلاف شديد لذي الدرجة يصل إلى حد استدعاء القوات الأمنية ثم إحنا نتكلم على مظاهرات موالية للقضاء الفلسطينية وتنتصر الشعب الفلسطيني هل من الناحية الأخرى ظهرت مجموعات ومظاهرات موالية لإسرائيل وتنتصر لإسرائيل هل حصل التشابك واللي ودى للموضوع ده إيه اللي حصل بالزبط؟ يعني أسباب كثيرة على رأسها ما فعله الكبار بخصوص مظاهرات الشباب إيه اللي فعلوا الكبار؟ إنه الكبار والسياسيين حاولوا التدخل في هذا الأمر وتسييسه أول حاجة حصلت كان في الكونجرس الأمريكي مجلس النواب على وجه التحديد اللي هو بيسيطر عليه الجمهوريين اللي هم خصوم بايدن وخصوم الديموقراطيين جات رئيسة لجنة التعليم وقالت أنا عايزة أعمل جلسة استماع المنطقي في ظل هذه الظروف أن تكون جلسة الاستماع في لجنة العلاقات الخارجية حول السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل ولكن هي جعلت الجلسة حول تطبيق القانون في الجامعات الأمريكية مسألة المعادة للسامية واستدعت عدد من رؤساء الجامعات هارفورد وبنسلفينيا وم اي تي وواقع الأمر هي كانت أيضا طلبت رئيسة هذه اللجنة رئيسة جامعة كولومبيا اللي هي نعمة شفيق أنها تحضر لكن نعمة شفيق وقتها تحججت أن لديها ارتباط خارجي وخدت الفترة ده كان في الليل مر على خير لم يمر على خير الحقيقة لأن رؤساء الجامعات دول ناس ليس لديهم خبرة كبيرة في السياسة وليس مطلوب أن يكون لهم خبرة كبيرة في السياسة استطلت بعدها بشوية لطشت بلطشوا في الحقيقة في الكلام وكانوا صيدة وقالوا إجابات باهتة وأكاديمية لم تعجب أعضاء الكونجرس وبعض منها لم يعجب حتى المتظاهرين فده أدى إلى استقالة رئيس جامعة هارفد ورئيس جامعة بنسلفينيا فده الحقيقة ده نسلت احتجاج الطرفين عليهم المتظاهرين شافوهم أكثر يمينية واليمين شافهم متساهلين مع المتظاهرين ده سبب كبير في هذا الأمر لكن الحقيقة كان فيه ضغوط كبيرة من الحزب الجمهوري اللي هو حاول أن يستغل هذا الأمر سياسيا لصالح إيه؟ جزء أساسي منه تغيير دفة النقاش يعني ده شباب بيطالب بالعدالة للفلسطينيين وقف إطلاق النار القصة هي مراجعة السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل فأنت تعمل إيه؟ غير الموضوع غير العنوان خلي الكلام كله المعدالة السامية مسألة الأمن في الجامعات الأمريكية هل الطلبة قادرين على دخول الفصول إلى آخره؟ فده الحقيقة حول النقاش لموضوع تاني تماماً لمصلحة الجمهوريين لأن الجمهوريين بيقولوا والله حالة الفوضى دي اللي موجودة في الجامعات الأمريكية هي جزء من حالة الفوضى اللي موجودة على الحدود بالنسبة للمهاجرين واللي موجودة في المجتمع الأمريكي دي الضعف بايدن بالضبط فأنت لو صوتوا لبايدن دي هتبقى صورة الولايات المتحدة مش بس في الجامعات في الحدود في أماكن مختلفة فده الحقيقة اللي زي بنقول كده شعل للموضوع زيادة تسييس قيام الكبار بتسييس ما فعلوا هذا الشباب المثالي الشيء الثاني الحقيقة هو تدخل الشرطة كان فيه ضغوط كبيرة جدا على رؤساء الجامعات بضرورة تدخل الشرطة بالنسبة للجامعات الخاصة حصل جزء استماع تاني حصل جزء استماع تاني مع نعمة شفيق اللي هو بخصوص جامعة كلومبيا وكان المسألة تركزت أيضا غير موضوع للمعاداة للسامية ضرورة يقولون لها إذن تسمحي من مظاهرات بتعادي السامية بتعادي السامية إذن طلبة اليهود مش حاسين بالأمان في الجامعة إذن تلغي المحاضرات لأنها لغت بعض المحاضرات وخلت الحضور اختياري أو أونلاين كان فيه كلام على في وقع الأمر حتى النهاردة يمكن لغوا هذا الأمر أن حفلة التخرج تبقى لحظة مهمة في حياة كل طالب أنه هتتلغي فكل الأمور دي خلت الحقيقة مش بس رئيسة جامعة كلومبيا ولكن رؤساء جامعات أخرى بما فيها جامعة كاليفورنيا في يوسي اللي وجامعة تكسس وغيرها تستدعي الشرطة لفض هذه التظاهرات يعني معنى أنه انتهمت هذه الإدارات بينها سابقة المظاهرات إلى حد أفسدت حال جامعي بزرور فمش عارفين أمي حفلة التخرج ومش عارفين طلب يخشوا الفصول هل ده إدعاءات واتهامات ولا ده كلامه على الأرض درجة الاحتجاج وصلت إلى حالة بحيات الفوران العاطفي اللي فعلا عطل هي خليط بين الأمرين يعني في بعض الأماكن كانوا الطلبة مسالمين تماما وكانوا عاملين المعسكرات بتاعتهم خارج الجامعة يعني في ساحة الجامعة بعيد عن الفصول بالضبط فلم تعيق العمليات التعليمية عدد كبير جدا نحيا من اليهود الليبراليين مشارك في هذه المظاهرات فمش بالضرورة معداء للسمية أحيان طبعا بتطلع بعض الشعارات هذا الشباب يعني يمكن مش عارف معناها الكامل يعني لما بيقولوا من النهر إلى البحر إشارة إلى أرض فلسطين مجرد يعني تعبير بيتقال اللي عايز يتصايد بقى يقولك ترمي اليهود بالضبط ما فيش دولة إسرائيل إلى آخره فعايز أقول فيه مجملها لا لم تكن معادية للسامية لكن في بعض الأماكن وخاصة في جامعة كلومبيا يمكن استعادة بقى لذكريات مظاهرات الطلاب سنة 68 أنه هم اقتحموا الجامعة واقتحموا قاعة مباني الجامعة قاعة شهيرة اسمها هاملتن هول اللي هي دي بدأ منها يمكن مظاهرات سنة 68 ضد فيتنم أنا عايز أقول برضو يعني جامعة كلومبيا دي لها خصوصية لأنه حركة طلابية المعادية لحرب فيتنم بدأت منها وطالب يعني روح في جامعة كلومبيا دي أكثر من مرأة دي في قلب مدينة نيورك في منهاتن فأنت فيها حس فيها أنك في قلب أمريكا وقريبة جدا من مبنى الأمم المتحدة فبتديك في قلب العالم العالم أنك تستطيع أن تغير أمريكا وتستطيع أن تغير العالم أنا أعتقادي أنه أعمال العنف اللي مارسها الطلبة كانت محدودة وتم المبالغة فيها وتم تسيسها من الحزب الجمهوري بالأساس اقتحام المباني الرئيسية في كولومبيا في الجامعة هي اللي تم مبالغة فيها ولا هي المبالغة كظاهرة كظاهرة يعني اللي حصل في كولومبيا ما حصلش في أماكن ثانية كثيرة يعني على العكس بقى لما بتشوف جامعة كاليفورنيا في المقر بتاعها اللي في مدينة لوسانجلوس كانوا الطلبة مسالمين جدا وفي لحظة هجم عليهم مجموعة من أنصار إسرائيل مساء والبوليس الحية وقف يتفرج لمدة ساعة ونصف واكتشفنا بعد ذلك أن هذا الهجوم تم بتمويل من منظمات يهودية منهم واحدة بنت الأخت زوجة الممثل الشهيرة اللي هو جيري ساينفلد اللي ليه الحلقات الشهيرة اللي احنا بنتفرج مولت المجموعات اللي اعتدت على المتظاهرين المسالمين في جامعة بالزبط وحتى الآن يعني ما تمشت حقيق وتحت المرأة الشرطة الشرطة لمدة ساعة ونصف جت بعدها بقى بساعتين تلاتة تدخلت الشرطة بدعوة بقى أن حصل فوضى وعشان تفض هذا سيناريو عالم ثالث قوي خالص الحقيقة يعني كان فيه تصرفات فتصرفات الشرطة دي الحقيقة أدت إلى يعني احتقان أكبر وإثارة المزيد من الاهتمام النقطة التانية بقى اللي هم بيسموها الفيل اللي في الغرفة يعني الناس يعني حس بيها لكن ما بتتكلمش عنها كتير اللي هو الأبعاد السياسية لهذه التظاهرات يعني هؤلاء الشباب هم جزء أساسي من القاعدة الانتخابية للرئيس بايدن وفي ظل انتخابات زي الانتخابات الحالية اللي بايدن وترامب كتف بكتف على الحافة يعني على الحافة انه يخسر له عشرين ألف صوت أو تلاتين ألف صوت ممكن تسقطه الرئيسة ففيه الحقيقة تخوف كبير جدا لدى إدارة الرئيس بايدن من ان هذا الشباب مش انه هيصوت لترامب ده آخر حاجة يصوت لترامب ولكن انه يمتنع عن التصوير تمام بعض الناس بيهدوا وقولوا لا ما تقلقش الشباب ده مختلف معك في قضية فلسطين بس بس بيأيدك في الاقتصاد وفي الإجهاد وفي الهجرة فما تخافش من المسألة دي على الحقيقة ما باتفقش مع وجهة النظر دي لأنه هذا الجيل من الصعب أيضا فك شفرته طبعا ومن الصعب التنبؤ بسلوكه ووارد جدا لا أنا أستطيع أنه سلوكه لن يكون رشيدا يكون شابا يعني شابا ومنفعلا وعلي وعلى أعدائي ويجي ترامب ما يجيش ترامب بصبت ومقرنا الرجل ده درس الحاجة التانية أنه يعني يعني ده برضو حاجة بعيدة النظر شوية يعني بايدن ده أنا بسميه من القدماء الأمريكيين زي القدماء المصريين ده يعني ده جيل مختلف تماما بنهاية حكمه الحزب الديمقراطي سيتحول في اتجاه آخر وسيتحول في اتجاه هذا الجيل من الشباب لأنه متماسك أيدولوجيا ومتماسك تنظيميا فهيبقى فيه اليمين الشعباوي اللي بيمثله بسيسار الحزب الديمقراطي بيخسروا في معظم الأمور مش بيكسبوا زي اليمين المحافظ بتاع الحزب الجمهوري يعني التطرر في الجهتين بالله التطرف اليمين الآن بيكسبهم بيكسبهم فبرضه فيه وجهة نظر ممكن يقولك ربما التطرف اليساري أنه هيخلق هذه الرابطة الانفعالية الشحنة المعنوية دي مع القضايا دي ممكن تحمس عدد كبير من لكن هي المشكلة هنا أنه يعني مساحة الوسط في الولايات المتحدة ستنتهي وستتآكل أو الناس دي هتقعد في بيتها فدرجة الاستقطاب ما هيضو في العالم كله دخول محمد يعني واضح فعلا نهاية الوسط الآن يعني درجة الاستقطاب يا إما يمينا أو يسارا فعايز أقول مسألة يعني مش بس مجرد مظاهرات جماعية لها دلالات سيساة كبيرة كبيرة وبرضو من الدلالات الكبرى وده التخوف الإسرائيلي أنه مش أن ده هيبقى جيل المستقبل الحاكم ولكن أنه هذه المظاهرات أثارت جدل حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم يعد مسلما بها لم يعد ولم يعد في الظلام نشوف البرامج بتاعة التلفزيون الأمريكي لا مواطنين عاديين عندما تتاح لهم الفرصة للحديث ينتقد إسرائيل بشدة وينتقد موقف إدارة بايدن إلى أخر فده التحول الحقيقة الإسرائيل خايفة منه ما يدعم هذا التحول الحقيقة سألتني عليه في البداية طب هل المظاهرات المؤيدة الإسرائيل كان فيها مين كان فيها يهود فقط أخرى هم يهود أمريكيين بالأساس حتى الطيار المحافظ الأمريكي اللي هو بيؤيد إسرائيل لم يشارك في هذه المظاهرات معتراش معركته معتبره يعني معركة المعادلة السامية في الإعلام وفي الكونجرس إلى آخر ولكن على الأرض الاعتلاف اللي كان قبل كده بيؤيد إسرائيل الآن انتقل إلى الجانب الفلسطيني وشارك اليهود فقط في المظاهرات المؤيدة ده أيضا تحول كبير جدا عشان كده الحقيقة يعني الكل يعني أو كل زي الإسرائيل الإدارة الأمريكية بتسعى لوضع نهائي لهذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن لأن هناك تخوف أيضا لا تزال مستمرة طالما الحرب مستمرة المظاهرات موجودة فلال المباني والحياة لا بقى أقل لكن عدد المؤيدين بيتسع هناك تخوف كبير جدا أنه في شهر أغسطس القادم اللي هيعقد فيه مؤتمر الحزب الديموقراطي في مدينة شيكاغو هيبقى فيه هجوم من المتظاهرين على هذا المؤتمر يشبه الهجوم اللي حصل سنة 68 اللي أيضا المؤتمر عقد فيه مدينة شيكاغو يعني أنا قبل ما يجي لحضراتك البرنامج على طول قرأت فيه 65 منظمة أمريكية عملت ائتلاف للتظاهر في مدينة شيكاغو يوم يعني 19 وده يوم مجر الضغط الأمريكي الشديد على المتنياه وعشان يعمل هدنة ونخلص يعني هي مصلحة أمريكية محضة محضة وربما أكتر من المصلحة الإسرائيلية المصلحة الإسرائيلية لأنه عايز يعني يهدئ الموقف يهدئ هذا الحماس أنتوا عايزين وقف إطلاق النار خلاص حصل وقف إطلاق النار ويعدي الانتخابات بسلام سؤال أخير وهو عن نعمة شفيق وكيف يعني طلقت حجمات شديدة جدا من الطاري اليساري والإسلامي وخصوصا في الوطن العربي وكيف تقيم إدارة نعمة شفيق للأزمة وطراها في معالجتها للموضوع إلى أي درجة من الدرجات يمكن أن تقف في تفسيرها يعني أنا الحقيقة في موقف صعب جدا أنا يعني قابلتها بشكل شخصي منذ العديد من السنوات كنت لسه بدرس في الوقت المتحدة وهي كانت تعمل في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت هي خبرتها الأساسية Economist اقتصادية ومحللة اقتصادية ولكن ذهبت إلى بريطانيا أعتقد هي تحمل أيضا الجنسية البريطانية والجنسية الأمريكية بالإضافة للجنسية المصرية وعملت في البنك المركزي الأمريكي ثم إدارة يعني كلية شهيرة جدا في بريطانيا اللي هي London School of Economics and Political Sign ثم بعد كده يعني خدوها أو أصبحت رئيس لجامعة كولومبيا مر على يعني توليها هذا المنصب عدة شهور شهور قليلة ثم انفجرت أحداث أحداث غزة هي كما ذكرت لم تحضر جلسة الاستماع الأولى وخدت وقت الحقيقة تتضرب يعني عملت بروفات وجابت ناس خبر إلى آخره وهي حاولت أن يعني تمسك العصى من المنتصف لكن في الأجواء الحالية ما فيش وصعب ما فيش وصعب ما فيش وصعب فغضب الطرفان مدان إذا وقفت مع المتظاهرين ومدان إذا لم تقف معهم لكن أنا أعتقد المسألة الآن يعني أكثر هدوءا وبالرغم أن بقى فيه مطالبات من أعضاه التدريس بالاستقالة لكن أنا أعتقد يعني سوف تستطيع أن تعبر هذه الأزمة يعني بسلام لكن هي في وضع يعني لا تحسد عليه وأي رئيس جمعة أيضا في الولايات المتحدة الآن في وضع لا يحسد عليه بسبب تسييس هذه القضية يعني إذا كانت طرقة هذه القضية للطلاب فقط ربما كان الوضع مختلف ولكن الكبار دخلوا في هذا الموضوع وحاولوا تسييسه فبالتالي أفسدوه ويعني معين المسألة يقولك يعملها الصغار ووقع فيها الكبار هذه المرة عملها الكبار ووقع فيها الصغار بالتأكيد شكرا جدا دكتور حبك كمالة شكرك للغاية شكرا شكرا التالي في حديث القاهرة أسباب تراجع الإقبال الملحوظ على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه حوار مع الدكتور معتز خرشد وزير التعليم العالي الأسبق